يكفي أهل الذكر فضلاً أن الله يذكرهم فاذكروني أذكركم وقال في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهذا الذكر مشروع في كل وقت وحين بلا حد ولا حصر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم سفراً حضراً ليلاً نهاراً براً بحراً في غنى، في الفقر، في الصحة، في المرض، في السر، في العلانية على كل حال وإذا واطأ القلب اللسان فهذا هو المطلوب في الذكر الذي يحيى به القلب ويؤجر الإنسان عليه عندما يتلفظ به أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا يزال لسانك رطباً من ذكر الله طيب الذكر علاقة بالصيام وثيقة أولاً عند الإفطار جاء في الحديث الذي روى أبو داود ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله طبعاً بعد ما يذهب الضمأ يعني بعد ما يشرب في الحر مثلاً وتبتل العروق يقوله ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله طبعاً تفاؤلاً بثبت الأجر لأننا لا نجزم طيب حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لم يثبت من الأذكار أيضاً متعلقة بالصيام يعني أنه كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة مثلاً من أدعي متعلقة برمضان أو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني من الأذكار مثلاً عند السحور لما نتسحر في وقت السحر قبل الفجر قال تعالى والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون يستغفرون الله هذا من الأذكار العظيمة وخصوصاً في رمضان كذلك لما ينتهي رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم في تكبير هذا ذكر أيضاً متعلق بهذا الشهر نسأل الله أن يعيننا على إتمامه وأن يوفقنا لقيامه ترجمة نانسي قنقر